كن نقياً كن بهياً كن كحابات المطر كن رؤوفاً كن رحيماً ابتسم وانسى الكدر ابتسم وانسى الكدر ابتسم وانسى الكدر عطي من قلبي رضيين دون من من أو ضجر كن كما كان الرسول بسم الله الرحيم حلقة جديدة من برنامج واحد من الناس ضيفنا اليوم واحد من الناس الذين لهم بصمة في إخضرار قرية الحرايا وعناقة والمناطق المجاورة سفريد مرحبا بك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام والمرسلين الحمد لله الأخ تلي فريد جمعية النور أخ تلي فريد جمعية النور للبيئة الحمد لله هذا مجهودات وهذه هوية أي كل إنسان ونحمد الله عز وجل على هذه المبادرات الخيرية والإعانات من كل جنب سفريد معذرة يعني احنا بسفتنا يعني سكان في قرية الحرايا لما نحكو على تاريخ ربما 2008 وما قبلها كانت يعني مدخل قرية الحرايا يعني أو في داخل الحرايا منعدمة التشجير وانعدام التشجير كيفاء جاتكم فكرة أنكم تشجروا القرية هذه المدخل وداخل القرية كيفا حتى جاتكم الفكرة هذه؟ كنا في المجد الحميد وقنباديس مع جمعية المجد كنا نشطع معها منعون وفهمه بشوية تدريجية نسمى بدنا نسجزوا هذه سجرة هذه الثلاثة باحتكاكم على المجتمع بدأت الفكرة هي من المجد وانطلقت حملة تشجيرات أمام المجد من أمام المجد فكبرت الفكرة كانت كشغل بذرة وكبرت وبدأت توسع بشوية هذا من التف وحفلة حول الفكرة هذه فقمنا بمساحة خضراء أمام المجد وانطلقنا حتى وصلنا الطريق المزدوج قد مدخل الحرايا ثم وصلنا من تشجير ساحة المجد ثم محيط المجد ثم إلى داخل القرية وبعدها إلى المدخل ثم جاءت بعد ذلك فكرة تأسيس الجمعية في أي سنة تأسست جمعية البيئة تأسست جمعية النور للبيئة سنة 2009 13 جوليا ثم وصلنا لعملية قمنا بنشاطات هائلة ومبينها معارض ومبينها عدتها وصلنا عدتها للولدية عيناقا وأماكن في سيد عقبة وكين ثاني معارض ثاني قمنا بينهم في ولاية بسكرة وعدتها ذهبنا عدتها للولاية سطيف الجزيرة العاصمة وتمت مجدد تمشي بتدريجية حتى وصلنا لمنتجيش حتى الآن على أمر الواقع أما فريد هذا الجهد وهذا الآن تكلموا على الدور الشجرة في قرية أو في مدينة الأشجار نحن نتكلموا على أشجار التي تغرص في الشوارع أشجار التي تغرص في الشوارع هي أشجار كما نقولوا غير مثمرة نحن نتمنى ديما تكون مثلا كالفيقيس التوت الكاليتوس الزيتون أشجار ميبيروم التزين والحدائق أشجار اليسمين الورد عدد كبير من الأشجار الزينة والإخترار وعتى لو كانت أشجار مثمرة تكون عندها طابع خاص كالزيتون والتوت ترتفع إلى الأعلى كالي يكون فساد من الأولاد طرفهم ابني صرحا شامخا دون أجر أو شكر هل زهاك الزرع يوما بعد آثار المطر هل تأملت بعمق تركه ذاك الأثار كن نقيا كن بهيا كن كحابات المطر كن رؤوفا كن رحيما ابتسيم وانسى الكدر كن نقياً كن بئياً كن كحابات المطر كن رؤوفاً كن رحيماً ابتسم وانسى الكدر ابتسم وانسى الكدر أظهرت بيداء أرض مثل لمح للبصر وشد العصفور حب فريد تلية كواحد من الناس الذين يحبون الإخذرة ووضع بصمتهم في المكان الذي يتواجد فيه وهذا حال المؤمن إن شاء الله يعني بالنسبة لهذه المنطقة منطقة قرية الحراية يعني بالتقريب كم غرست من عدد الأشجار اللي غرستوها يعني والعدد هو كبير يفوت عشرة ألاف ولكن كل سنة نغرسه كي نغرس مثلاً ألف أو ألفين كي تنجحن مئة ومئتين رنم فيهدين ونعيد الكرة لأن منطقة جبنا جبت فترة لا توجد فيها إلا سجرة الدفلة وقومنا من عملية قرية أشجار الدفلة هذه وعودنا لها التركيبة من دروج ذي بفضل الله عز وجل والناس الذين شاركت في الجمعية من الداخل والخير عدتها من جمعية مجل شاركة عمانة عاونة عمانة ولو بكلمة من أحد من طرف الناس وكلمة ربي عاونكم كافية وغرسنا يعني مدة كبيرة نغرس وندير الفائت لـ 11 سنة ومازلنا نواسط للعملية هذه بإذن الله ونطلب التوفيق من الله ثم من المسؤولين أن يلتف حول الجانب هذه السجرة هي عنصر أساسي مثل الإنسان والحيوان والنبات هما عنصر كسلسلة متواصلة ببعضها البعض سي فريد طبعا هذه جهود جمعية يعني طبعا ربما لكل مجموعة قائد يقودها والأخ فريد يعني أن يحسبه كذلك ونزكي على الله أحدها يعني يبذل جهد هو والمجموعة اللي معاه الآن السؤال كيف كانت عامل مواطن في أهل من أهالي هذه القرية مع حملة تشجير وقفاء هو المواطن المدة هو المواطن كان إيجابيا في مجال هذا وإن كان حاجة قليلة نقوله رب ياهدي نحن مواصلين خاصة في دور دار شباب ثاني كان عادة دور فعال بالنشاطة التاحة بالإحياء لأيام البيئة أيام إعلامية ودور المسجد الثاني في خطبة الإمام يحث على النظافة والنظافة المحيط والتشجير وبكل تكتنى مش الوحدة فيه بش يقدر بش يقدر بش يقدر بش يقدر رسالة صعبة ولكن بفضل الله ومجهودات عناصر المسجد والناس الكبار ودور الشباب وهذه من الناس لأداءه واجب كبير وهذا مدور فعال في المجتمع وفضل الله نتيجة هاي بانت ونحن نتمنى تكون أكثر من هكا خطرها خاصة أن ننتظرها من جيل السعد لأن في عشر سنوات لابد يخرج جيد ينسي فين احنا كنت قيا ساميا صل في وقت السحر ابني صرحا شامخا دون أجر أو شكر هل زهاك الزرع يوما بعد آثار المطر هل تأملت بعمق تركه ذاك الأثار كن نقيا كن بهيا كن كحابات المطر كن رؤوفا كن رحيما ابتسم وانسى الكدر كن نقيا كن بهيا كن كحابات المطر كن رؤوفا كن رحيما ابتسم وانسى الكدر ابتسم وانسى الكدر أظهرت بيداء أرض مثل لمح للبصر وشد العصفور حبا فوق أوراق الشجار فكر اليوم مليا قبل أن يمضي العمور هل سيبقى بعد موتي باب أجر مستمر كن نقيا كن بهيا كن كحابات المطر كن رؤوفا كن رحيما ابتسم وانسى الكدر كن نقياً كن بهياً كن كحابات المطر كن رؤوفاً كن رحيماً ابتسيم وانسى الكدر هل ترى قدمت نفعاً قبل أن يأتي القدر هل ترى الكلام حول دول مواطن في المحافظة على الأشجار والبيئة؟ هل ترى قدمت نفعاً قدمت نفعاً قدمت نفعاً؟ والفضل الأول والأخير جعل المواطن هو دور فعال في المجتمع سيفاليد الآن فضل ربي سبحانه أصبح مدخل حراية هذه ربما كان كما قلنا قبل 2008 كان يعني لا توجد فيه ولا شجرة الآن أصبح مضرب المثل في الولاية فالآن أصبحت الناس تجري ولو تتمتع بهذا المنظر الجميل هذا يعني وش يدعوان تاعك لكل الناس حابين حتى هم الناس يستفيدوا من تجربان تاعك يعني وش تقول لهم؟ نقول لهم الحمد لله كما راكم تشوفوا هذا فضل عز وجل ولكن يحب يدير ويبدأ لأن هذه سجارة ليش هي خبر هذه حبها هوية شيء هو الإنسان وحبه الإنسان لازموا الطاقات يبدلها ويقوم بالنشاط بالغرس بالطياج بالسقيب بالدان حاجة ويكون بربشها لأحسن منها كخلاص نعم وهو كذلك أنه لما يحس هذا المواطن أن هذه الشجرة هي رئة نتاع المدينة الرئة نتاع القرية راح يحافظ عليها مهما كان ربما أنها الشجرة نقول لها هي بعيدة على الدار تاعي ولكن مهما كانت بعيدة هي رهي تعود الفايدة تح علينا ولهذا لازم نحافظ عليها ونحثوا من ناحية الإعلامية وربما هذه الحصة هذه وعلى الحلقة هذه اللي خصصناها لكلام عن البيئة وعن التشجير هي محاولة لغرس ثقافة التشجير والمبادرة للتشجير وغير ذلك الحمد لله هذه التجربة هذه خذناها والحمد لله نجحنا فيها وما زال يعني البيئة هذه رئة كما يقولون كما القرية هذه أو للعالم الرئة يتنفس بها كالمسيحات الخضراء والإنسان عنده رئة نفس الشيء هذه رئة داخلة في التشنفس داخلة في الأمور ما بين الطيور البلاسة اللي كما تعودش أجار كما قبلنا في السابق ما كانش طيور لما وجدت الأجار راجعت الطيور راجعت قدنا صيفة والحمد لله يعني هل ترى قدمت نفعا قبل أن يأتي القدر هل ترى ذكري سيحيا مثل حبات المطر هل ترى ذكري سيحيا مثل حبات المطر سي فريد كواحد من الناس الذين وضعوا بصمتهم في التشجير كيف استطاع فريد أنه كواحد من الناس أن يضع هذه البصمة يعني خلاصة تجربتك في دقيقة يعني الحمد لله احنا ننصح الناس ونقولهم ليعدي يغرس مثلا ألف سجرة يغرس أمياء وحافظة ألف تكلم تكلم وهي الدعوة كل في المتابعة هي سجرة كالطفل الصغير لازم تراعى حتى تكبر وهذه يتمنى للناس كل تواصل لعملية التشجير هذه وهي هوية سفريتالي وإزبعيت النور للبيئة يعني بعض حملات التشجير تعتمد على الكمية الكبيرة يعني نتلقى حمل التشجير يقول لك مغرس وثلاث ألاف شجرة وبالتالي يوم بعد نلقى ربما تضيع كلها وشية هذا ما يصح في بلادنا اللي هنا كالنخلة أما الأشجار الأخرى هو أشجار ملائمة بالمناخ أشجار ملائمة بالمناخ هل ترى قدمت نفعا قبل أن يأتي القدر هل ترى ذكري سيحيا مثل حابات المطر كن نقيا كن بئيا كن كحابات المطر كن رغوفا كن رحيما ابتسم وانسى الكدر ابتسم وانسى الكدر اشتركوا في القناة